اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبالتالي كل اللي محتاجينه عدد قليل جدا من الحيوانات المنوية على قد عدد البويضات في حين ان اطفال الانبيب بناخد البويضات من السيدة ولازم ناخد عدد كبير من الحيوانات المنوية من الزوج وبتتساب عملية الاخصاب لقدرة الحيوانات المنوية اللي ربنا خلقها فيها علشان يحصل عملية الاخصاب بشكل طبيعي الفرق ما بين الاتنين ان نسب النجاح في حالة الحقن المجهري بيبقى حالة الفقد او حالة عدد البويضات المبتمشي الاخصاب لها بيبقى اقل طبعا من حالة اطفال الانبيب الحاجة الثانية ان لو العدد البويضات قليل جدا زي بويضة او ويدتين يبقى لازم نتجه الى الحقن المجهري علشان ما يبقاش عندنا نسبة فقد خالص الحاجة الثالثة ان الحقن المجهري ساعدنا في ان احنا نعالج حالات كتيرة قوي من حالات العقم عند الزكور لما بنتر ان احنا ناخد عينة من الخصية لان السائل المنوي ما فيهوش حيوانات منوية خالص النهاردة عايزة اقولكو عن الاسباب اللي بتخليني نلجأ لعملية الحقن المجهري او اطفال الانبيب عند السيدات هنبتدي الاول بالاسباب اللي عند الزوج زي ما شرحنا ان لازم يكون فيه مشكلة المشكلة دي ياما تكون تشوهات كثيرة في الحيوانات المنوية ياما تكون العدد عند الزوج قليل او ان تكون الحركة ضعيفة جدا او ان نلاقي ان معظم الحيوانات المنوية ميتة طيب ايه اللي بيعمل المشاكل دي ان نبقى عارفين ان الخصية هي المصنع اللي بيصنع الحيوانات المنوية وان ربنا خلق الخصية خارج الجسم علشان تبقى درجة حرارتها اقل من درجة حرارة الجسم بدرجتين لتلات درجات بالتالي يبقى اي حاجة هترفع درجة حرارة الخصية هتقلل من انتاج الحيوانات المنوية وفيوقات بتوقفها خالص ايه الحاجات اللي بترفع درجة حرارة الخصية اشهر حاجة والناس عارفها ان يكون فيه دوالي على الخصية ايه دوالي الخصية دي الدوالي عشان نبقى عارفين هي اوعية دموية ربنا خلقها في المنطقة دي علشان تشيل مخلفات الخصية وتبعدها عن الخصية بسرعة اي مصنع في الدنيا لما بيصنع اي منتج بينتج عنه مخلفات الخصية نفس الكلام وعلشان الخصية دي انتاجها مستمر وبتطلع خلايا بالملايين بتبقى برضو المخلفات بتاعتها كميات كبيرة عشان كده ربنا خلق اوعية دموية كتيرة جدا رايحة نحية الخصية علشان تشيل المخلفات وتبعدها عن المكان ده وبالتالي تفضل الخلايا بتاعت الخصية فيها حيوية شديدة وتقدر تكمل وظيفتها في انتاج الحيوانات المنوية طيب لما تكون الدوالي دي موجودة دي تؤدي الى ايه؟ الدوالي بتحمل دم والدم درجة حرارته هي درجة حرارة الجسم الداخلي فبالتالي بترفع درجة حرارة الخصية الحاجة التانية لما تكون متمددة ما بتقدرش ان هي تشيل المخلفات بسهولة فيبا كنا عندنا مشكلتين المشكلة الاولى هي رفع درجة الحرارة والمشكلة التانية هي تجمع المخلفات او تجمع المواد السامة او تجمع المواد اللي احنا مش عايزينها في المنطقة دي وبالتالي بتقلل عملية الانتاج الحل بتاعها احنا اول حاجة لازم تشخيص يكون سليم لازم نتأكد ان درجة الدوالي درجة مرتفعة يعني مش اي يعيان عنده دوالي لازم تعمله لازم تكون الدرجة بتاعتها درجة تانية فما فوق والسحصن طبعا الحالات اللي فيها الدرجة التالتة والربع في حالة الوجود الدوالي احنا ما بنقفلش الدوالي كلها لا بتشال جزء من الاوعية الدموية علشان زي ما شرحنا الاوعية الدموية دي لها وظيفة هامة جدا في عملية انتاج الحيوان المنوية فبيتقفل جزء من الدوالي وبيتساب الباقي علشان يؤدي الوظيفة بتاعته لازم كمان نبقى عارفين ان بعد العمل الجديم بتتعمل بيقل عدد الحيوانات المنوية لفترة بتتراوح ما بين 6-8 شهور علشان الخصية بتأهل نفسها او بتتأقلم مع الوضع الجديد في قلة الدم اللي بتصرف منها وبعد كده بتبتدي تتعود على الوضع الجديد وتبتدي تتعامل معاه ويبتدي يرجع الانتاج سليم تاني طيب ايه الحاجات تاني اللي بترفع درجة حرارة الخصية ان يكون في ملابس ضيقة او ان يكون الملابس ما بتعديش الهوى ما بتخليش فيه تغيير لدرجة الحرارة في المنطقة بتاعة الخصية كمان لو ان الراجل في الحالة دي بنلاقيه مثلا دلوقتي فيه ناس كتيرة قوي عندها الكمبيوتر المحمول اللي هو اللابتوب وبتحطه على حجرها ده بيرفع درجة الحرارة دول اللي بنقولهم ان لا ده وضع غلط لازم الكمبيوتر يكون محطوط على ترابيزة او دلوقتي فيه حاجة زي مروحة بتتحط على الرجل قبل ما يتحط اللابتوب في الحالة ده هي بمجرد ان احنا بنبعد مصدر الحرارة ومنغير طريقة حياتنا بنلبس ملابس واسعة بنلبس ملابس قطنية بنلبس حاجات تسمح بدخول الهوى بنبطل نحط الكمبيوتر عند رجلنا يبتدي تتفع درجة الحرارة تنخفض درجة الحرارة تاني وتيرجع الانتاج بتاع الحيوانات المنوية من جديد كمان من ضمن الحاجات اللي بتقلل وجود الحيوانات المنوية في السائل المنوي ان يكون فيه انسداد يعني ممكن نلاقي بعض الناس عندها الحبل المنوي حصل فيه انسداد طب الانسداد ده بيحصل من ايه؟ بيحصل ممكن من التهابات او ان يكون فيه لقدر الله ولم يسد القناة الحبل المنوي او القناوات المنوية او ان يكون فيه اي تلايفات موجودة في المنطقة دي وخصوصا بعد عملية الفتء الفتء الاربي اللي بتعمل في السن الصغير ممكن تبقى العملية تتعمل العملية دي بتتعمل في نفس المنطقة اللي موجود فيها الحبل المنوي ممكن اثناء العملية يا اما الحبل المنوي تقطع يا اما ان يحصل تلايف حواليه فيحصل له انسداد كمان الناس اللي بتعمل بتحصل عندهم تضخم في البروستاتا الناس دول بيضطر الدكتور انه بيشيل جزء من البروستاتا عشان خاطر يقدر يخش الحمام او يحصل عملية التبول بسهولة لما بنشيل جزء من البروستاتا بيحصل حاجة اسمها ارتجاع للسائل المنوي يعني القذف بدل ما يبقى البره بيحصل القذف ده داخل المثانا البولية وبالتالي ما يخرجش السائل المنوي للخارج يبقى دي الحاجات اللي بتخلي انتاج السائل المنوي او خروج السائل المنوي يبقى سائل المنوي اما ما فيهوش حامات منوية اما ما فيهش سائل المنوي من ضمن الحاجات برضو لو في حد تشله خصية او لو كان فيه ورم لقدر الله في الخصية او لو كان فيه لخبطة في الهرمونات ونبقى عارفين ان الهرمونات اللي بتؤثر في انتاج الحيوات المنوية هي نفس الهرمونات اللي بتؤدي الى انتاج البويضات اللي هي هرمون الـ FSH والـ LH وهرمون اللبن وهرمون TSH اللي هو هرمون الغدة الدرقية طيب لو لقينا ان السائل المنوي عند الزوج فيه مشكلة سواء في العدد او في الحركة او في التشوهات هل لازم نلجأ لالحان المجهري مباشرة طبعا لا عندنا قواعد لازم نلتزم بيها ولازم ما نتسرعش وانا بنصح كتير او من الناس ان هما يدوا فرصة للطبيب المعالج انه يتدبق عليهم القواعد الصح بدون اي استعجال وبدون دفع للطبيب ان هو يتجه الى الحان المجهري لان ممكن الناس كتير او من اللي بتعمل الحان المجهري بدون سبب مقنع او بدون سبب طبي بنلاقيهم بعد كده في المرة التانية والتالتة بيحصل حمل بشكل طبيعي طب احنا عملنا حان المجهري من الاول ليه هل السبب هو الاستعجال ولا من المريض او استعجال من الطبيب ولا كان فيه مشكلة وراحت ولا كانت ايه المشكلة لازم نكون عارفين الاول سبب تأخر الحمل ايه نيجي للاسباب بتاعة الحان المجهري عند الزوجة هل فيه اسباب لازم تخلينا نعمل الحان المجهري او طبعا اول سبب بيقابلنا هو تأخر سن الحمل يعني لو لقينا سيدة عندها خمسة وتلاتين ستة وتلاتين سبعة وتلاتين سنة سواء بقى لسه منكوزة جديد او حاولت كتير وما حصلش حمل لازم ساعتها نلجأ الى الحان المجهري وده لسبب مش مش علشان هي عندها سبب دائم او مش علشان هي محتاجة الحان المجهري في حد ذاته لكن لان مع تقدم السن بتقل فرص الحمل بشكل طبيعي وبتقل فرص نجاح حالات الحان المجهري وهنتكلم عن اسباب الفشل الحان المجهري بعد شوية طيب الناس اللي بيحصل عندها تقدم في السن بتبقى ايه المشكلة؟ المشكلة ان كفاءة البويضات بتقل ان لما احنا بنديهم تنشيط للتبويض عدد البويضات اللي بتخرج بيبقى قليل وكمان بتبقى استجابة الرحم للاجنة اللي بنزرع فيها بتبقى قليلة عشان كده لما بتجلنا عيانة سنها متقدم شوية بنقول لها لأ احنا هنتجي للحان المجهري علشان ما ينفع عشان احنا نضيع وقت في ان احنا ندي تنشيط تبويض شهر ورا شهر او نحنا نعمل تلقيح صناعي ونقض نستنى ويمر العمر سنة ورا سنة وبعدين نقول لأخ ده احنا كنا محتاجين حقن المجهري نيجي نعمل تحليل مخزون المبيض نلاقي ان المبيض ما فيوش مخزون ساعتا نقول لها مش ينفع نعمل حقن المجهري يبقى است لا طالد حمل بشكل طبيعي ولا طالد حمل بي عن طريق الحقن المجهري كمان من ضمن الاسباب اللي تخلينا نلجأ للحقن المجهري عند السيدة هو وجود انسداد في الانبيب الرحمية الانسداد اللي في الانبيب الرحمية بييجي عن طريق يأما عيب وراسل او حاجة في التركيب بتاع الرحم انه ممكن بنت تتولد بدون الانبيب الرحمية او ان يجي حاجة مكتسبة طيب الانبيب الرحمية تتسد ازاي الانبيب الرحمية ممكن تتسد من الداخل لو حصل التهاب في البطانة بتاعة الانبيب الرحمية في مرض بيعرف باسم التهاب الحوت ده بيكون التهابات مهبلية وبتطلع الى الرحم والسيدة ما بتركزش معاها وبتقوله عادي والافرازات دي حاجة عادية تكمل تطلع على الانبيب الرحمية وتعمل التهاب في داخل الانبيب وبالتالي تتسد الأنابيب الرحمية وممكن كمان تتسد من الخارج تتسد من الخارج أشهر حاجة تخلي الأنابيب الرحمية تتسد من الخارج هي وجود ما يسمى بالالتصاقات الالتصاقات دي يعني حاجة ملزقة في حاجة يعني وجود نسيج ليفي النسيج الليفي ده بيبقى بعد وجود عملية أو وجود جرح في البطن وبيلزأ الأنابيب الرحمية في الأنسجة المحيطة بيها هنكمل أسباب عمل الحقن المجهري بعد ما ناخد الاتصال ده مع أنا مادمونا أيها السلام عليكم وعليكم السلام مادمونا أهلا بيك ألا مفيش مشكلة يا فان بقول لحضرتك أنا بوضي عمده فيروس دي وبياخد الحقن هي بتتاخد فقلت واخد وسيلة بالشام في حصة الحمد فالدكتور قالت لي لا ده لازم ينزل عشان فيه تشوهات وكده تمام فهو الحملة اربعة وثلاثين يوم فتتني لهم درشان كده لهو نوع بأحداشر جنيه عشان ما قلش الاس أيوة وقالت لي خديه يعني تمام بس خدته يعني الدارس كده ساتت درشان واخده وما فيش اي وجه وما فيش اي نتيجة بناخد جرعة ايه يا فان كل ثلاث كل ثمان ساعات كل ثمان ساعات قرص بالفم اه طيب اه انا هرد على حضرتك دلوقتي وهقول حضرتك هنعمل ايه بالضبط انا متشكر جدا وبرجو من كل سادة المشاهدين ان هما يتصلوا بينا اثناء البرنامج على التليفونات الواضحة قدامكم وبعد البرنامج على تليفوناتي هتلاقوني معاكم مباشرة وهرد على كافة الاسفسارات اللي عندكم بالنسبة للموضوع اسخدام الانترفيرون مع مرضى التهاب الكابد الوبائي هو فعلا بيؤدي الى تشوهات في الحيوانات المنوية والتشوهات دي بتنتقل لو حصل اخصاب للجنين هي لازم نبقى عارفين ان التشوهات ما هياش لازمة يعني مش معنى كده مش معنى كلامنا قلته ان 100% من الاجنة بيحصلها تشوهات لا هي النسبة من 3 الى 5% من الاجنة اللي بيحصلها تشوهات 3 الى 5% دي تعتبر نسبة مرتفعة مقارنة بان النسبة الطبيعية لحدوث تشوهات هي 1 على 500 فيبقى النسبة حوالي 10 اضعاف طيب الناس دول نعملهم ايه بنيديهم فعلا حاجة تنزل الجنين في بعض الحالات اللي بنشك فيها ان فعلا حصلت تشوهات طيب الجرعة هي بتبقى اعلى من كده يستحس ان احنا ناخد قرصين بالفم وقرصين مهبلي كل 6 الى 8 ساعات علشان يحصل عملية الاجنة وان كنت انا من الناس اللي ما بيحبش ان احنا ننزل اجنة حية غاية لما نتأكد ان فيتشوهات وده ممكن يتعرف مبكرا على 11-12 اسبوع وممكن طبعا في معظم الاوقات هنلاقي الجنين سليم فاحنا مش متطرين ان احنا نعمل اجهاض لكن طالما ان احنا بدأنا في استخدام الدواء هنتطر ان احنا نكمله لان الدواء في حد ذاته ممكن يؤدي لقدر الله الى تشوهات ارجو ان انا اكون افتكو وزي ما قلتلكم قبل كده انه ممكن نتواصل بعض الحلقة في اي وقت انتوا تحبوه الارقام موجودة هتضرب الكلموني في اي وقت كان معاكو دكتور واقل الشربيني استشاري امراض النساء والتوليد والعقم والحقن المجهري مدرس بكلية الطب جامعة القاهرة دكتوراء التوليد وامراض النساء عضو الجامعية الاوروبية والكندية لامراض النساء والتوليد والعقم بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة مركز المرأة والرجل للخصوبة والصحة الزوجية ايادة الدكتور خالد العطيفي لعلاج تأخر الانجاب باستخدام الحقن المجهري اطفال الانابيب التلقيح الصناعي علاج حالات الاجهاد المتكرر جراحات امراض النساء اشتركوا في القناة